اغذية متنوعة توضع على طاولة الافطار خلال شهر رمضان غير ان المصابين بداء السكري الذين يسمح لهم بالصيام ملتزمون باتباع نظام غذائي منتظم وتقسيم الوجبات من الافطار الى غاية السحور يقسم الافطار ديالو الاغذاء ديالو الى ثلاثة وجبات وجبات على الافطار اللي تكون خفيفة صلاطة وشربة ومن بعد يقولوا هذك تناشط على اليل ولا يرح يصلي ويعقبلي يزيد يأكل وجبات يأكل تما هذك الوجبات على ديالو قوز يكون يعني فيها ممكن تكون فيها سكرياته كمال من بعد يأخر الصحور ويشرب بزيف الماء لا يزيد غاتسيو لا يخل شهر رمضان من الحلويات وبالمقابل لا يمنع الأطباء المصابين بداء السكري من تناول بعض منها شريطة الالتزام ببعض الإرشادات أهمية وجبات السحور هي مهمة جدا نخيله سكري يعني الباطئ الامتصاص مش يشدنا الجوع ويكونوا عنده ويقاية يخيفة سكري دمد مثل الطعام اللي يأخذه بأغلب الناس يعني مش شم منوع كمية معتدلة وزائد يعني مشتاقة الحليب كان حليب أو لبن أو رايب إذا كان أحد السكري سكتعه نوعا ما نوعا ما أثناء أدان سكتعه نوعا ما شوية حبت مرش عليه إلا كان شوية فوق غرام يستحسن يعني شرب شوية ما إذا عنده سكري إذا كان مرع على مرع يعني كله نقب كما نقول بالدرجة نقب شوية قبلوز نقب شوية ازلابية نقب حبا حمله مور الوجبة أحدهم غني بالألياب مثلا عندنا درماط على كورمبيط مثلا عندنا درماط على طرشي ونقب لها شوية ازلابية مكان درر كبير ولكن قد تكون على الفراغ هنم لدارة الكبيرة المرضى المصابون بالسكري من النوع الثاني ملتزمون بتنظيم الوجبات واختيار الأغذية المناسبة للحفاظ على معدل سكر معتدل بالدم طيلة شهر الصيام